تستمر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين باستقبال المواطنين المتطوعين للقوات الاحتياطية وذلك بعد فتح باب التطوع في القوات الاحتياطية للمواطنين من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني أول شعور يالي أنه طبعاً أكون لي الشرف أنه نسجل وكون في خدمة الوطن انتظار لتلك اللحظة التي يستطيع فيها المدنيون الالتحاق بالقوة الاحتياطية ورغبة من أبناء البحرين في خدمة المملكة بكل ما لديهم بحب وإخلاص هذه الأجواء والروح الحماسية المقبلة على التطوع شهدت في العديد من المحافل وأخرها وأبرزها ومبادرة المواطنين البحرينيين من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني في المشاركة في التطوع للقوة الاحتياطية والله أنا كنت منتظر ومتحمس الصراحة من أول ما نزلت الأوامر بتلبية نداء الواجب في القوات الاحتياطية زين؟ لبينا نداء الوطن وإحنا في أي حزة حاضرين وهذا وطننا والوطن ما لا إلا أهله لبيك يا وطن إن الاستجابة اللافتة من قبل المواطنين البحرينيين من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني تجسد في جوهرها مثالا على معدن أبناء البحرين الأوفياء فهم يؤكدون من خلال تقدمهم للتطوع رقبتهم الجلية بتلبية الواجب الوطني والذود عن أمن واستقرار الوطن من خلال انتظامهم كقوة احتياطية تسند قوة دفاع البحرين بالنسبة حق طبعا من سجلت رفعت البيانات عن طريق الموقع فيالي ثاني أو إلى ثالث يوم يالي اتصال قالوا لي حياك إلى مركز التريب طبعا أول ما وصلت مركز التريب كان ما شاء الله لله الحمد للجماعة ما قصروا أنه رحبوا فينا وفي الأيام المقبلة يستعد المتطوعون المواطنون البحرينيون من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني لانطلاقة المرحلة الأولى من تدريب المواطنين المشاركين في القوة الاحتياطية وذلك تأكيدا منهم على ضرورة وجودهم في ميدان الرفعة والعزة نظرا لأهمية القوة الاحتياطية في إسنار قوة دفاع البحرين كخدمة جليلة يقدمها أبناء الوطن تجاه مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر